بسبب فرض القوات القازية الحصار على شعب تيجراي والذي أدى إلى انقطاع الخدمات الاجتماعية كالبنوك المصرفية وشبكة الاتصالات والمواصلات وغيرها من الخدمات والذي أدى أيضا إلى منع دخول المساعدات الإنسانية ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية أصبح الكثير من شعب تيجراي يعاني ويواجه أزمات متعددة والسيد نقوس والدى قبريل الذي يقيم في محافظة ريا عزبو هو أحد الأشخاص الذين يعانون من هذا الحصار المفروض وهو يعاني من فشل كلوي وصفار الكبد وفقر الدم ولا يوجد الدواء اللازم لعلاجه وهذا قير عن التكلفة المبالقة التي يدفعها للمجيء من محافظة ريا عزبو إلى مدينة مغلة وذلك لتلقي العلاج أستخدم المواصلات عن طريق مدينة اللاماطة التي تذهب إلى مدينة مخني بسعر 150 بر وعندما أذهب إلى مدينة اللاماطة أضطر أن أدفع حوالي 800 أو 900 بر وعندما أصرف المال في الذهاب والعودة أشعر بالسوء الشديد لأن لدي ستة أطفال وجميعهم تحت سن البلوغ ولا يستطيعون أن يقوموا بمنساعدتنا وأيضا هناك من بينهم من يعاني بمرض السكري النقود التي كنت أجمعها لعلاجي بالتوسل إلى الناس أصبحت أصرفها الآن لعلاج ابني لأنني لا أريد أن أرى ابني يموت لأني أفضل الموت على أن أراه يموت أمام عيني وليس هذا فقط أنا مريض من صفار الكبد وفقر الدم وكما ترين لم تعود الأدوية متوفرة في الصيدليات وحتى الدم لم يعد متوفرا في بنك الدم ولذلك السبب ليس لدينا خيار آخر سوى انتظار الموت وأيضا ذكر لنا السيد نيقوس والدى قابريئل أنه قبل الحرب والحصار كانت حالته في تحسن قبل شن الحرب وقبل الحصار المفروض كنت بحالة ممتازة وكنت أعمل جيدا ولم أكن أهتم لمرضي كثيرا لأنني كنت أتلقى العلاج مرتين في الأسبوع وصحتي كانت ممتازة ولكن منذ بدء الحصار بدأت أشعر بآلم في ظهري وركبتي بسبب تراكم الدم الفاسد لأنني لم أتلقى العلاج لفترة طويلة لعدم توفرها ولذا طلب السيد نيقوس والدى قابريئل من المجتمعات الدولية إنقاذ حياة العديد من المرضى من خطر الموت وخاصة المرضى ذو الفشل كيلوي وذلك من خلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية ترجمة نانسي قنقر